بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان للأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صلاة الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مقاصد القرآن لا شك أن هذه الأمور التي ذكرناها في اللقاءات السابقة لا يستطيع الإنسان أن يتحمل بتبعاتها وتكاليفها إلا إذا كان مجاهدا لنفسه وهذه المجاهدة تحتاج إلى ما يعرف عند أرباب التربية أو مشايخ التربية بالتزكية تزكية النفس وتزكية النفس نوعين نوعين تزكية النفس نوعان تزكية مرفوضة وتزكية مرفوضة المرفوضة هي أن تزكي نفسك بامتداحها وهذا نجده في قول ربنا من سورة النجم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم أما التزكية المطلوبة فنجدها في قوله قد أفلح من زكاها وقد خواب من دساها ونجدها في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى من المعلوم أن مشايخ التسليك أو التربية من العارفين ومن الصوفية دائما يقومون بالتأكيد على ضرورة تزكية النفس وهذا الأمر يحتاج من الإنسان إلى نوع من المجاهدة ممكن نسميه الجهاد الأكبر كما ورد في حديث عند الإمام البيهقي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قال قدمتم خير مقدم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد العبد هواه أو نسميها بما سماها القرآن الجهاد في الله القرآن فرق بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في الله فإذا سمعنا قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فلنعلم أن المراد القتال وإذا سمعتم قوله وجاهدوا في الله فلنعلم أن هذه المجاهدة إما هي مجاهدة النفس أو الشيطان أو الهوى وهذه الآياء مكية قبل أن يشرع القتال ونجد في آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لم يقل في سبيلنا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا ونلاحظ أن السبل لم تتعدد إلا في غالب الجهاد في الله طريق التصوف مبني على الجهاد في الله وهو لا ينشأ إلا من مقام الإحسان ولذلك ختمت الآية بقوله بعد قوله والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا قال وإن الله لا مع المحسنين والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن الجهاد في الله هو الجهاد الأكبر ومن طريقه يعدد الله لك سبول الوصول إليه ما ألش والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبيلنا بل قال سبولنا خلافا للتي في الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي سبل الشيطان فالشيطان له سبل إذن في المقابل لا بد أن يكون للرحمن سبل لكن يهدي لها من الذين جاهدوا الذين جاهدوا في الله أي عصوا هواهم وعملوا بطاعته وتركوا المعاصي وراودوا نفوسهم وحملوها على أن تعبد الله بمقتضى المراقبة وبمقتضى الشهود الذين جاهدوا فينا ومن ذلك قوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم يعني نحن نرى فروقا بين الجهات في سبيل الله والجهات في الله فمن هذه الفروق أن الجهات في سبيل الله فرض كفاية الجهات في سبيل الله فرض كفاية إن قامت به طائفة سقط عن الطائفة الأخرى لكن الجهات في الله فرض عين وفرض العين أفضل من فرض الكفاية كما تقرر ذلك في الأصول فرض العين أفضل فالجهات في الله ربما يقول قائل كيف يكون الجهات في الله أفضل من الجهات في سبيل الله مع أن الجهات في سبيل الله من الممكن ينتهي بإزهاق نفس الإنسان يقتل نعم إن كان يبتغي بجهاده وجه الله وقتل صار شهيدا صار شهيدا إن كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ولكن ربما كان يقاتل للشهر أو ليقال فلان شجاع ولذلك سئلت من قبل هل صح أننا نطلق الشهادة على غير المسلمين فقلت لقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب لا يقال فلان شهيد حتى إن كان مسلم ليه لماذا لأن هذه الأمور لا يعلم الحكم فيها إلا يوم القيامة فيؤتى بالشهيد ماذا عملت جهدت في سبيلك لماذا لتكون يقول له كذبت بل ليقال فلان الشجاع فإذا هذه مسألة حرجة لقد كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل وقد أبلى بلاء حسنا وجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما أجزاء أحد مننا في القتال كما أجزاء فلان قال إنه من أهل النار فتعقبه أحد الصحابة فوقعت به جراحات فأخذ بنصر السيف فوضعه بين ثدييه وتحامل عليه فقتل نفسه فذهب الرجل إلى رسول الله يخبره فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس بالعكس إذن من الممكن أن يجاهد الإنسان في سبيل الله لكن يداخله الغرور لكن الجهاد في الله قائم على مرنخبة الله فلا يداخله الغرور لأنه غير معلن فإنه يجاهد نفسه في الله في خلوته عندما تخطول له خواطر سيئة أو عندما تسول له نفسه أن يأتي بمعصية فإنه يخاف الله سبحانه وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضط عيناه رجل دعته مرأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين كل هذا يدخل في نطاق المجاهدة في الله أو الجهاد في الله الجهاد في الله الفرق بين الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله أن الجهاد في سبيل الله وهو قتال المشركين إن كان هناك بعض الدواعي التي تدعو إلى قتالهم كاعتدائهم أو احتلالهم لبلادنا هذا فرض كفاية أما الجهاد في الله فهو فرض عين الجهاد في سبيل الله إن قتل الإنسان صار إلى الجنة أو صار شهيدا إن شاء الله وأما الجهاد في الله إن غلبتك نفسك أو هواك أو شيطانك صرط إلى النار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى تعتبر النفس فيه أداة وأما الجهاد في الله فتعتبر النفس فيه عدو أو خصم وهذه بعض الفروق التي تجعلنا نتأمل هذا الأمر لنكون على حظنا منه وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام التوفيق حتى نكون ممن سلك هذا السبيل على قدم الصدق وعلى قدم الإخلاص وصلى الله على سيدنا محمد آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة